ثم رجع من الطائف وبين ما هو في بين الطائف ومكة في وادي نخلة أدركته صلاة الفجر فصلى عليه الصلاة والسلام هو ومولاه صلاة الفجر وقرأ القرآن فسمعت الجن القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبهم القرآن وأنزل الله تعالى في ذلك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخر السورة وقوله تعالى وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إلى آخر الآيات يا قومنا أجيبوا داعي الله